اشتركوا في القناة والامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات شعب مصر العظيم ان للتاريخ اياما لامعة كالنجوم تضيء عتمة الليل وتبدت ظلمة الطغيان تنيري الطريق امام السائرين وتهديهم سواء السبيل وعلى رأس هذه الايام الخالدة يوم الثلاثين من يونيو عام 2013 حين انتفد شعب مصر العظيم ثائرا على من اراد اختطاف وطنه رافدا للظلم والطائفية والاستبداد ومعلنا بصوت هادر ملأ ارجاء الدنيا ان هوية الوطن مصرية اصيلة لا تقبل اختطاف او التبديل اعلن الشعب يومها ان مصر للمصريين مستقلة في قرارها ولا تتبع الا ارادة شعبها ومصالحه العليا وكان الثلاثون من يونيو عنوانا لاعاد التأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تفرق والشاملة للشعب كله دون تمييز او انقسام شعب مصر الابي ان السمودة الذي اظهرتموه خلال السنوات العشر الماضية منذ ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة سظل محلا لدراسة المفكرين والباحثين فكم من تساؤلات اثيرت عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصري ومؤسسات دولته الوطنية وبين الشعب وقواته المسلحة واحتر الكثيرون في منبع هذه الاراضة الصلبة والعزيمة التي لا تلين التي نقلت مصر خلال اعوام قليلة من دولة تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الاهلي الى دولة متماسكة ينعم شعبها بامن واستقرار غالي الثمن دفعه ابطال من صلب هذا الشعب من قواته المسلحة وشرطته الذين تصدوا بصدورهم لموجة ارهاب هي الاعتى والاشرس وقدم رجالهم ارواحهم فداء كي يعيش الوطن ويزدهر ان حجم التحددات التي واجهها الشعب المصري منذ عام 2011 غرس في نفس ابنائه صلابة فريدة وقوة من نوع خاص فقد عايش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الاهل والابناء وضياع الرزق والمقدرات ولذلك فانني اؤمن يقينا بان هذا الجيل من شعب مصر هو الاقدر على تحمل المسؤولين بناء الوطن وتشهيد الدولة الحديثة المتقدمة اؤمن بان هذا الجيل الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى والقلق الى الاستقرار والام قادر على اتنان تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدما سريعا يطول كل شبر من انحاء الوطن من البنية التحتية والطرق والنقل والتجارة التي تشهد ثورة حقيقية تؤهل مصر لمصاف الدول المتقدمة الى الطاقة الكهربائية والغاز والبترول والطاقة المتجددة والخضراء الى استصراح الاراضي بمساحات ليس لها مسيل في تاريخ مصر الى الصحة والتعليم وهم شغلنا الشاغل من خلال القضاء على امراض طالما اوجعت المصريين وانشاء المدارس والجامعات الحديثة وتوطين علوم العصر في مصر مرورا بتطوير المناطق غير الامنة وغير المخططة انقاذا للملايين من اهلنا من واقع لا يليق بهم ولا بمصر الى انشاء مدن جديدة متطورة في جميع عنحاء الجمهورية لحل ازمة التكدس السكاني ورفع جودة الحياة للمصريين وصولا للانطلاق على طريق التصنيع المتقدم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي شعب مصر الاصيل في الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو العظيمة اجدد العهد معكم على ان يكون الاخلاص والعمل لمصر وحدها اجدد العهد على ان تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائما علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار اقول لكم ان حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب وقدمتها مؤسساته الوطنية لا يلقبها ان شاء الله سوى الانتصار الانتصار بالمضي بقوة وثقة على طريق التنمية والبناء على طريق تحسين احوال وحياة الناس وتوفير الظروف المناسبة لتفجير طاقات العمل والابدع لدى الشعب المصري بكل اطيافه وفئاته من قطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ونساء لتجتمع كل مكونات الوطن في منظومة متكاملة تقود بلدنا الحبيب نحو تحقيق الحلم الذي طالما راود المصريين حلم التقدم والنهود بالوطن حلم الجمهورية الجديدة الحديثة المتقدمة في جميع المجالات كل عام ومصر وشعبها بخير وسلام وأمان وأخيرا ودائما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر